منظمة المرأة العربية عقدت بالقاهرة الاجتماع العادي الثاني والعشرين لمجلسها التنفيذي وذلك بمشاركة عدد من الوزيرات ورئيسات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة بالبلدان العربية من بينها المغرب ويمثل المغرب في هذا الاجتماع وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة نعيمة بن يحيى وحسب المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية فادية كيوان فإن هذا الاجتماع يشكل مناسبة من أجل تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات واقتراح البرامج والخطط في مجال تمكين النساء والفتيات وتعزيز دورهن في بناء المجتمع كان هذا الاجتماع المجلس التنفيذي منظمة المرأة العربية مناسبة لتقديم المستجدد فيما يخص قضايا المرأة في المملكة المغربية أولا قلنا لهم بتجربة دينا في مجال القوانين يعني وأكدنا على أنه صاحب الجلالة حفظه الله فتح من جديد ورش مدونة الأسرة ثم تحدثنا أما يتعلق بقانون منهضة العنف ضد النساء والدراسة التي سوف تطلقها الوزارة من أجل إدخال تعديلات عليه وشهد الاجتماع الإعلان عن أسماء الفائزات بجائزة منظمة المرأة العربية للفتاة العربية والتكنولوجيا لعام 2024 والتي سبق وأطلقتها المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للفتيات في مجال العلوم حيث سيتم تكرم الفائزات من الفتيات العربيات صاحبات الابتكار المتميز في مجال العلوم والتكنولوجيا كما يتضمن جدول أعمال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع العادي الحادي والعشرين للمجلس التنفيذي ومناقشة عامة لمستجدات أوضاع المرأة في الدول العربية من قبل عضوات المجلس التنفيذي للمنظمة